بلد المواوي سهاج برج الزغلي سهاج يا حبيبي يا حبيبي سهاج دي عروس دلني على هذا النول يستقيم إبراهيم عبدالصابور يوميا لينسج بيديها نوع مختلفة من الأنسجة اليدوية والتي لطالما كانت علامة مميزة لمركز إخميم في محافظة سهاج المهنة التي ورثها تطورت على يديه لتصبح أكثر جمالا ورواجا تجاريا أنا صاحب مشروع صنع في عخميم صنع في عخميم دي مشهورة من ألاف السنين من أعلى يام الفرعنة أن هي كانت بتصنع حاجة ما فيش منها في العالم كله وهو النسيج اليدوي يعني بنصنع الحرير الطبيعي بنصنع الكتان بنصنع الكفرتات مفرش الصفرة الشلان حتى كسوة الكعبة كنا بنصنعها عندنا في عخميم حتى المفرش التوركي اللي هو جاي بيصدر من بره احنا هنا بنصنعه بخامة وجودة أحلى بستين مرة وبسعر ومناسب تلول الجميع أي حد يقدر اشتريه أنا ورث المهنة دي من أيام جدود جدودنا كانت عندنا النول ده كان عندنا في البلد كنا بنسمع عن كتير بنوك وكتير جماعات بتدي قروض وكانت الفكرة مش ان انا اخد فلوس وعارف اشتغل بيها الفكرة كانت ان جهاز تلمية المشروعات بيميزنا عن اي حد يدي قروض على مستوى الجمهورية ايه هي الميزة دية؟ ان هو انا سحبت قرد من جمعية او من بنك او من اي حتة مطالب ان انا اسدد الجسد بتاعي فما ساعدنيش في التومين او تسويج المنتج بتاعه عشان انا اقدر اسدد القرد من خلاله فجهاز تلمية المشروعات بيوفرنا المعارض بصفة رسمية وبطريقة متدومة بحيث ان احنا المنتج بتاعنا بنطلع ما بنقولش همه بنقدر نطلع من خلال جهاز تلمية المشروعات معرض واثنين وثلاثة وعشرة التومين فرج معايا في المشروع في البداية بتاعت المشروع بتاعنا احنا كنا نشتغل اسبوع ويكوننا نعمل تاني لسبب ان احنا كنا الامكانات بتاعت المالية بتاعتنا كانت ضعيفة فلما اخدنا التومين من جهاز تلمية المشروعات ابتدنا ان احنا نجيبوا خامات اكتر ابتدنا ان احنا ممكن نخزن بضاعة عشان نبيعها بسعر حلو ان نقدر النهاردة احنا بنصدر النهاردة احنا ممكن ندخل عملة صعبة لبلدنا المنتج ده مفيش منه في العالم في محافظة هك بالذات جهاز تلمية المشروعات مش النيتا بتخش تاخد كرد وبتمشي لا يعتبر ده بيت اسر ليك كل الموظفين حتى في الجهاز من اول بتاع الامن خيات المدير مجابلة محترمة يعني بيقولك انت عايز ايه ونعمله لك بيجي اسأل عليك حصل ابراهيم على قرد قيمته 27000 جنيه من جهاز تلمية المشروعات على عدة مراحل وشارك في معارض متعددة للجهاز ويعمل ان يتمكن قريبا من تصدير منتجه الى دول العالم موسيقى موسيقى موسيقى